الكثير من الأشخاص يتعامل معها على أنها حبوب دوائية مناسبة لجميع الأمراض ومع كل ألم بسيط يشعر به الشخص تتكاثر حوله النصائح باستخدام المضاد الحيوي وآخرين لديهم وعي كافي حول طرق استخدامها يستخدمه بس بناء على استشارة طبيعية فأي نوع من الأمراض؟ يعني ممكن إذا التهاب اللوستين بس هم أريد أكرر الفيروسات تستخدم؟ ممكن تستخدم؟ عموما أن التهابات العامة هي التهابات الفيروسات أو ضيق التنفس، التهاب الشعب الهوائي هذه الأمور نراجع فيها الدكتور يكتب لنا المضادات الحيوية متى يجب تناول المضاد الحيوي؟ وما هي أضرار الإفراط في تناولها واستخدامها بدون وصفة طبية؟ تعتبر المضادات الحيوية من الأدوية المهمة جداً لعلاج التهابات الميكروبية البكتيرية ودورها جداً فعال في مضاعفات جانبية وآثار صحية سلبية بسبب هذه الاستخدام السيء من أهم هذه الآثار السلبية هي تكوين بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية وبالتالي الالتهابات المستقبلية تصبح صعبة العلاج ويصبح الخيارات أقل لعلاج الالتهابات البكتيرية المستقبلية رقابة دوائية مشددة من قبل إدارة تفتيش الأدوية على طرق صرف المضادات الحيوية في مختلف الصيدريات الأهلية من خلال مطابقة الوصفات مع السجلات المعتمدة لدى وزارة الصحة ولا يصرف إلا بوصفة طبية معتمدة بتم صرف المضادات الحيوية طبقاً لوصفة مخطومة من طبيب سواء مستشفيات خاصة أو مستشفيات الحكومة طبعاً بيكون محدد فيها الجرعة الخاصة بكل مريض وعدد العلب بتم الاحتفاظ بالوصفة دي بالصيدليات وبتم تجمعها وتخلصها من دفاتر الخاصة بالوصفات وطبعاً مراجعتها مع موزارة الصحة الدراسات الحديثة أثبتت أن عدد الوفيات التي تسببها البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أعلى بكثير من عدد الوفيات الناجمة عن الإيدز والملاريا المضادات الحيوية سلاح ذو حدين تشفي من بعض الأمراض واستخدامها المفرط وبدون وصفة طبية قد تؤدي إلى عواقب صحية وخيمة لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت